اشتركوا في القناة النهاردة بنعلن فيديو بخصوص احد المحافظين اللي متضايق جدا 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 ومستاء وغضبان جدا جدا من نتيجة الفصل الدراسي الاول داخل محافظته وبينصح ويوجه رسالة مهمة جدا للسادة اولياء الامور عنده بيقول فيها وفروا فلوسكو يا جماعة فلوسكو ضاعت طول الترم الاول لو سمحتوا لازم تفكروا كويس في الترم التاني وتغيروا سياستكم في الترم التاني تعالوا نشوف مين هو المحافظ ده وايه هي رسالته بالضبط للسادة اولياء الامور عنده ونتيجة محافظته نسبتها قد ايه ونشوف برضو تعليقنا احنا الخاص على هذا الكلام الصادر من السيد المحافظ يلا بنا للفيديو محافظ بورسعيد لاولياء الامور فلوسكو ضاعت عليك وعيالكم اتعلموش ظهرت علامات الغضب على وجه اللواء عادي للغضبان محافظ بورسعيد وذلك خلال فعاليات اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية ولتقيمت اليوم دوان العام لمحافظة بورسعيد وابدى اللواء عادي للغضبان اسم على مسمى طبعا لانه غضبان جدا جدا من اللي حصل ابدأ استياءه من النتيجة ولتجاءت بنسبة 70 و 5 من 10 بالماء مؤكدا عن مستوى الامتحانات اذا جاءت كذلك في الفصل دراسي الثاني فسوف تكون هناك مشكلة حقيقية كما ان هذا هو العام الاول اللي ستكون فيه النتيجة بهذا الشكل واشار محافظ بورسعيد الى انه لا يمكن محاسبة مديرية التربية والتعليم عن النتيجة مؤكدا ان من يتحمل مسؤولية النتيجة هم اولياء الامور وليس المنظومة التعليمية متابعا فلوسكم ضاعت عليكم وايالكم ما تعلموش وفجر اللواء عادر الغطبان مفاجأة بان اولياء الامور انفقوا من 15 ل 20 مليون جنيه على الدروس الخصوصية وصفا ذلك باهدار ممتلكات واموال المواطنين في سراب حيث طالب الاهالي بعارة النظر في مستقبل ابنائهم واكد محافظ بورسعيد ان المدرسة هي الماظر الرئيسي للتعليم مجاد ما كنتش اعرف والذي وفرت به الدولة كل الامكانيات مناشدا المواطنين بالبعد عن سرطان الدروس الخصوصية الذي ينهش في جسد المجتمع المصر تهدد بضياء مستقبل واخلاق الطلاب وراهنا محافظ بورسعيد على ان استجابة اولياء الامور والحرص على حضور وتمسك ابنائهم بالمدرسة اذا حدث في الفصل الدراس الثاني فسوف يغير النتيجة للافضل وكان اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد قد اعتمد السلساء نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح سبعين وخمسة من عشرة بالماء بسم الله ما حلوة هي يا رجل انت وذلك بحضور الدكتور اكرم حسن وكيل وزارة التعليم وعدد من قيادات المدرية ودكتور عاطف عالم الدين عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الامناء وعلي الالفي نقيب المعلمين يذكر ان 12792 طالب وطالبة ما بين المنتظمين ومنازل والدامن قد ادى وامتحان الشهادة الاعدادية بمحافظة بورسعيد هذا العام وذلك من خلال 65 لجنة اساسية و12 لجنة فرعية تمثل المدارس الرسمية العربي واللغات والخاصة بقول الادارات التعليمية بالمحافظة وضواحيها خلاص يا عام المحافظ انا عندي الحال المتين للمشكلة بتاعتك دي هي انك انت تخلي السادة المدرسين والا الملتشارين اللي عندك يحطوا امتحانات حلوة وحيب بسيطة والعيال تقدر تحليها بسهولي هو ذي الحال والله طبعا نداء يا جماعة بنوجهه للسادة على الامور اهتموا بعيالكم كويس في الترمي التاني علشان النتيجة تتحسن والترمي التاني والترمي الاولاني طبعا بيشيلوا بعض فلو سمحتوا اسمعوا كلام السادة المحافظ في انه كنتوا لازم تهتموا اهتمام كبير جدا جدا بالترمي التاني علشان مصلحة اولادكم لكن احب اوجه رسالة واقول هل السبعين في المية ديت اه لو ما كانش الولاد اخدوا دروس هل كان ممكن تبقى اقل من ذلك اعتقد اكيد طبعا كانت نتيجة تبقى اسوأ من ذلك في ظل عدم وجود دروس خصية لغرض يا جماعة من كلامي دوت اني انا مش بشجع دروس خصوصية ولكن بقول اني ما نعاولش كل حاجة عليها برضو لو هو ما استفدش من الدرس الخصوصي يبقى بالفعل على انه هو ما يروحش يبقى المقياس الاول والاخير هو دافعية الطالب اهتمام الطالب حب الطالب للمادة العلمية نظر الطالب ليه مستقبله وحرصه عليه هو ده المقياس الاساسي انما عشان نرمي كل المشكلة واساس المشكلة كل لها على عاطق المدرس وعلى عاطق الدروس خصوصية لا زي ما في ناس ما بتستفيدش من الدروس خصوصية اكيد في ناس بتستفيد جدا منها ومش هنروح بعيد تلتا اعدادي الولاد مفيش ولد بيعتب المدرسة اصلا يريد يا جماعة نتكلم بمنطقية ونتكلم بصراحة ونتكلم بوضوح عشان نقدر نوصل لحل مفيش ولاد اصلا بتروح المدارس والجو العام كده بيقول ان سنوات النقلة هي اللي ها بتحاول تروح انما تلتا بالذات معروفة على مستوى كود المدريات التعليمية بكود المحافظات ما بيروحوش مدارس اصلا لابد من اعادة النظر كل اسرة تهتم بولادها بالكيفية التي تراها في صالح اولادهم سواء عن طريق التعلم بالذهاب لدرس خصوصي مثلا او يوفروا فلوشهم على حد قول المحافظ ويقعدوا في البيت ويتابعوا انتلاين مثلا او حد مقرب اليهم يذكر لهم بس مذاكرة تكون بعناية واهتمام ايه الفايدة انا اذاكر خمس ساعات متواصلة والناتج بيطلع صفر لا انا ممكن اذاكر ساعتين بس او ساعة واحدة بس واطلع بناتج تعليمي محترم وناتج تعليمي كويس المذاكرة يا جماعة فن لازم لما تيجي تذاكر لازم تطبق على الدرس اللي انت ذكرته ده تشوف الامتحنات والاسئلة لان من خلال الاسئلة والامتحنات والحل الكتير المعلومة بتثبت في الزهن فهذا الكلام مهم جدا لازم نأخذ به عشان الترمي التاني هو الفرصة الزهبية لولدنا لان هما يعلوا مجموعهم ويحسنوا من استواهم ويجيبوا المجموع اللي هما بيطمحوا اليه وقبل ما نختم الفيديو الزريف دوت ياريت يا جماعة اعرف من حضراتكم من خلال التعليقات بتاعتكم مدى اقتناعكم بكلام السيد المحافظ او عدم اقتناعكم به